نروح لبطولة يمكن الناس ما كانتش عارفينها اوي فينا لسما دي بطولة يمكن كان اول نسخة 85 فازت بها فرنسا على حساب ارجوي و93 الارجنتين على حساب الدنمارك وامبارح المباراة كانت ما بين الارجنتين ومبطل امريكا وطبعا المنتخب الايطالي بطل اوروبا شفت المباراة ازاي وكت متوقع هذه النتيجة بفوز الارجنتين 3-0 المباراة في الحقيقة اخذت منح جدي ورسمي اكثر مما توقعنا يعني هي فعليا بطولة رسمية بتمثل بطل او قمة الهرم القرى في العالم بطل كوبا امريكا وبطل اليورو لكن حالة الجدية اللي كانت حضرة في المباراة من كل اللاعبين ومن كل النجوم ورغبتهم في الفوز بهذه البطولة وخاصة وبالتحديد من ميسي اللي بيقدم نسخة شابة جدا من نسخ ميسي اللي احنا عرفناها فده بيقولك قد ايه لان البطولة دي كانت مهمة حالة الصخب الجماهيري فبالتأكيد انا شفت المباراة اخذت المنح الرسمي اكتر مما نتوقع الارجنتين اظهر قوة كبيرة جدا بتقول انه واحد من المرشحين القبار لبطولة كأس العالم المقبلة واحد من المرشحين وليس المرشح الابرز لان دايما مرشح الابرز دي بتتقال على فريق شبه متكامل او فريق شارس جدا مين بالنسبة لك لغاية دلوقتي في كأس العالم الجاي هو المرشح الابرز زي ما بتقول فريق يعتبر شبه متكامل لغاية دلوقتي صحيح انا يمكن اقول بشكل مختصر ان فيه تقارب شديد ما بين المانيا فرنسا اسبانيا معهم الارجنتين بشوف ان مفيش حد بيتفرط ما قلتش البرازيل البرازيل وممكن كمان يدخل معهم بالجيكا طوال الوقت يبقى منتخب مرشح لكن عايز اقول ان المستويات متقربة ما بين الكل ما فيش حد بيتفرط بمسافة بعيدة عن الاخرين فبالتالي بشوف ان الفرص متاحة والتنافسية اكبر في النسخة دي وبشوفها فرصة برضو للمستي وكريسانو والد البرتغال يبقى مرشح لان اسكواد البرتغال فعليا اسكواد شارس جدا مرعب في كل خطوطه اممكن بيعاني مشاكل خاصة بالتكتك خاصة بالادارة الفنية لكن يبقى البرتغال ايضا من بين المرشحين البطولة الناس اللي اتفرقوا على الماتش بعض المحللين فجأوا بمستوى ميسي مقارنة باداءه مع بيس جي في الدور الفرنسي لا يقولوا ميسي ظهر بنسخة برشلونة صحيح اداء على المستوى اه بالزبط يانت لما تشوف النهاردة ارقام ميسي في نهاية 2011 في نفس الملعب مع برشلونة امام منشستر يونايتد وارقامه امس بتشوف تشابه وتقارب شديد جدا جدا في الفعالية في يكونوا اللعب الافضل داخل المباراة قدرته على صناعة كام كبير من الفرص اربع فرص بيصناحها مبارح بيسمع هدفين اكتر لعب مراوغة في الملعب اكتر لعب بيسدد يعني والاغرب كمان يا كابتن ان ميسي بيدافع وبيقطع الكرة من منطقة جزاء الارجنتين ثم بيقطع 60-70 متر سبينتو وبيسدد من داخل منطقة جزاء ايطاليا ده بيعكس ان الحالة المزاجية اللي ميسي اولا مع الارجنتين شيء مغير تماما عنه في باريس سنجرمان والحالة التانية العمل الفني الكبير اللي ام بيسكلوني علشان يطلع النسخة دين ميسي ميسي لاعب بيحتاج مساحة اكبر من الارتجالية يعني ما تأيدنيش قوي بمساحة ومنطقة وادوار اديني مساحة انت شايف التقايب ده موجود في البيس جي يعني ما فيش المساحة زي ما انت بتتكلمه وميسي لعيب عايز اشتغل زي ما انت عايز ده مش موجود في بيس جي اكتر لانك انت عدد اللاعبين اللي عايزين المساحة الارتجالية دي كتير فانت مش قادر تعمل ده مع ميسي ومش قادر توفر له ده انما الادوار المركبة اللي صناح اسكلوني للمحاور دي باول ولوسيلسو ساعدت ميسي قوي في انه يقوم بدأ يمكن ان احنا شوفنا دي باول واحد من اهم العوامل اللي منجح ميسي ومنجح الارجنتين لانه طوال الوقت بيدافع مكان ميسي ومكان مولينا كمان لما بتقدم الزهرين الايمن ومع ده قادر يقوم بنفس الادوار الهجومية وبيكمل وكذلك لوسيلسو في النهاية فانا بشوف ان اسكلوني فعليا عمل شغل فني وخطوة كبير جدا جدا ساهم في النهاية ان احنا نشوف النسخة الشابة من ميسي وان احنا نشوف ميسي اللي تشعر انه عادل حيوية لكرة القدم امس يعني انت تشوف تايم لاين في كل مواقع التواصل الاجتماعي حالة مزاجية غير عادية لان احنا فعليا ميسي عقبنا عقب جمهور كرة القدم لما قرر يروح للنسخة اللاموبالاء اللي احنا بنشوفها مع باريس ميسي يعني بيستجم او بيقض وقت لطيف في برج ايفل مش بلع كرة فحرمنا احنا كلنا من اللي احنا شوفناه مبارح احنا طوال الوقت يعني ميسي قادر يعالج حالات اجتئاب لو هو قادر يديك ده طول الوقت فاعادلين الحيوية تاني اعادلين كرة القدم اللي احنا بنحبها وبنعشها نتمنى يستمر لده وانا اعتقد ان ميسي في تصريحه الاخير قال انتظروا موسم اخر بشكل مختلف مع بي اس جي اتمنى اتمنى يكون طب تعالى لو انت